حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبدالله بن سلمين وقال مرة سمعه من يوسف بن عبدالله بن سلمين قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن نظري بن قيس قال سمعت يوسف بن عبدالله بن سلمين يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف حنى سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت يوسف بن عبدالله بن سلمين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامراءته اعتمرا في رمضان فإن عمرة في رمضان لكم كحجة وقال سفيان مرة ولم يقول حدثني عن ابن المنكدر فإن عمرة فيه كحجة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا يحيى بن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبدالله بن سلمين يقول اجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومساح على رأسي وسماني يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سلام بن عبدالله بن مسكي قال حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلمين وذكر الحديث المرة ترجمة نانسي قنقر